ليه الدمّاسة والبرّاد يختفوا من جوه البيوت اللي عمل الدمّاسة جوه البيت صح أنا اللي بغلط اللي عمل البرّاد جوه البيت صح أنا اللي بغلط حتى قطوها كبير قوي من الناس مش هو أخذ بالها من كلمة برّاد هو ليه تسميه برّاد لأنه بيبرّد الناس مش فاهمة بمناسبة الكلام عن الفول باعتباره غذاء بيئي تقليدي خلينا نتكلم على المشروبات البيئية التقليد ايه اللي عادتاً بتتشرب وراء الفول عادتاً اللي بيشرب بيشرب شاي كويس الشاي عجب والعجب في زيوت طيارة هو أنا بجيب العجب أشربه ليه لزيته الطيار فيدده زيته الطيارة مش بلون الكوباية زي ما هكك كلمت على التوم قبل كده؟ بالظبط كان صح مظبوط حوالي فلو دي راحت مني خلصت فوقت القيمة الزيت الطيار يطلح رأسي وينزل رأسي ولذلك البراد له بزبوس جانبي يطلع منه بخار المياه ينفس من أي حتة ده ده الحالة ده الشاي الكشري ده بالظبط إنما البراد له غطة من فوق فزيوت الطيارة بتاعت الشاي تطلع رأسي تتكسف على الغطة براد عشان كده اسمه براد وترجع تنزل تاني ولذلك أصح طريقة تناول الشاي عشان أستفاد بمركباته الثلاثة المهمة لأن الشاي المفيد إذا ما تعاملنا مع مظبوط فيه حامد تانيك اللي هو اللي بنقول عليه الواحش اللي بيرص بالمعادن هو برضو بيرص بالكوليسترول عشان كده المعلومات الغذائية لم تعد مجرد معلومات هي فن إدارة نمط حياة أكل إيه مع إيه إمتى ينظر مهمة جداً فالتغذية لازم لم تعد طرفاً في حياة الإنسان أصبح لزاماً علي أن أتعلمها يعني هنا يا دكتور حتى وأنا بتكلم على المشروبات المصحبة للبقوليات وعلى رأسها الفول أو الطعامية لأنهم الاثنين طبعاً نفس الأساس مزبوط الشاي من خلال البراد بالزبط دا لا يتحقق من خلال الكنكة العادية ولا من خلال الكتل ولا الكلام دا كله والشاي الكشري اللي هو مش البكت هو لا ما البكت مرفوض خارج حتى لو أنا غطيت الكوباية أول ما حطت عليها البكت بناخد ربع فايدة مش الفايدة كاملة أه بالزبط إنما البكت أصلاً مرفوض لأن المادة اللي بتسبغ المادة المبيضة للورقة والفتلة مادة عليها كلام كثير بتتفعل مع الماء السخنة طبعاً فوق درجة 70 درجة ماءوية بتنزل المادة في الماء وعادة المواد اللي بتستعمل المادة اللي بتستعمل للطبيعة ده هي الضيوكسين والضيوكسين مصارت معروفة طب أنا ليه ألجأ للكلام دا؟ يقول دا عشان أنا مش عايز تفلي في الكوباية يسدي بقى صف فيه مصفة والله الناس كان زمان بتعمل كده يا درجة ما هو كده وليه لك سهلة سهلة إحنا ابتدعنا حاجات أدخلناها على حياتنا هذه الأشياء والممارسات اتضح بعد كده أن ليه أثار سلبية من المنطق والعقلانية إننا يبقى قاعدل على الفترة الهارة وإحنا بعد كده بنقول الأمراض دي لقدر الله يعني طب ربنا يعافي الجميع بنقول بتيجي منين؟ من الممارسات يومية احنا ما عندناش الخلفية الكاملة بيها بالضبط بالضبط فالشاي فيه ثلاث مواد إيجابيين حمض التانيك اللي برضو زي ما بيرصب المعادن بيرصب الكوليسترول وعشان كده لازم أنقل أكلة اللي هي فيها معادن مشربش أرع شاي زي بضايا حتة لحمة طبق سلطة حتة جبنة كبدة ده يتشرب بعديش لا ده ميتشربش بعديش عشان ما تغصبش المعادن إنما أكلة دسمة نصف طيرة مشالتت أفضلت خيرك سدر وزة يعني أي حاجات مندي جات وهت بقى طبعا دكتور المسل اللي بتروح للمياه الغازية بعد الأكلات التقيلة دي بنت عمي دي برضو بتسقط المعادن نفس الفكرة ترجمة نانسي قنقر